موسيقى 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 يعني بنطلقى برضو رسائل من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك في سؤال بيقول أنا متزوجة ولي بنت وحيدة وزوجي معه مبلغ عاوز يضع وديعة باسمه لقدر الله لو حصل شيء لي أو للأب فما مصير المبلغ لبنتي وإذا كان في ورث آخرين فما هو الحل لو الوديعة في البنك محدودة باسم البنت وهي قاسر خلاص طول ما هالأب عايش وهو ولي طبيعة عليها ده هو عاوز يخلي المبلغ باسمه هو باسمه هو هنا بقى فيه مشكلة طالما هي بنت وما فيش عصب يبقى في الحالة دي الورثة اللي هتدخله إخواته هيورثه في المكان ده في الفلوس اللي هتحط الوديعة دي ونفس القصة ليه هيا يعني وفضل ايه لو نصحناهم تنصحهم يحط الفلوس باسمها هيا باسم البنت بس يكون هو المتعامل على الحساب بس اللي حدته تلعين عفاته طب برضو في باقي السؤال علشان ما نبقاش سيبنا السؤال ملحوظة توجد شقة ملك باسمي أيضا أخاف أكتبها لبنتي مش ضمنه اللي حيتجوزها يكون ايه فكيف أضمنها لبنتي بعد وفاتي هو انت بالفعل ضمنتها لبنتك بمجرد ما تكتبها لبنتك نضمنتها يعني هو انت هتكتبها باسمها خلاص نتضمنها هو بقى يغيرها يغير بنتي من شخصيتها ويقول لها تعالي مدي على عقد بيع ليه هو دي ما تضمنش دي لكن انت عايز تضمنها لبنتك بمجرد ما تبين عقد بيع ليها كويس جي وحش هي دي بقى المشكلة ويعني انت عارفة دي بتبقى نصيب يعني تمام طب فيه سؤال تاني فندم برضو بيقول مساء الخير ممكن أسأل سيادة المستشار الفرق بين التوكيل والعقد الأخضر تمام التوكيل بالبيع للنفس والغير هو توكيل بيدي حق الملكية للشخص الموكل في انه هو اكتسب ملكية المكان ده بس ما بنتدقلش الملكية بيه يعني ايه يعني ما بقى التوكيل بالبيع للنفس والغير لأحد الأشخاص فانا كده بمقتدل قانون اصبح بقوة القانون مش بقوة اي عقد القانون بس عشان كده التوكيل ده ما بتلغيش إلا بحدور الترفين حتى لو لم ينص فيه كده بشرط صريح هو ما يتلغيش إلا بحدورهم لأنه هو مقر الحق بقوة القانون ففي الحالة دي ما بتلغيش هذا التوكيل لemitوفر اللي اتنين وهذا التوكيل بيدي حق ان الشخص اللي هو اصبح موكل اللي هو اصبح وكيل انه هو هذا الشخص ملك المكان ده هو فقط اللي هو بينقل الملكية زيه زي إشهار صحيفة الصحة ونفاذ والحكم فالملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجين مش بالتوكيل إنما التوكيل ده احنا بنعمله عشان حاجتين واحد مضمن بيحقق مقتدق قانون كوة هذا التوكيل في القانون مش في الاتفاق اللي بينه وبينه في العقل نمرة اتنين بتعامل مع الجهات الإدارية لو أنا مش عايز سجل فأنا بروح أتحرك وسوفتي أنا وكيل عن المالك سيادة مستشار معنا الأستاذ مجدي تفضل يا فن أستاذ مجدي أستاذ مجدي معنا أستاذ مجدي معنا طيب حاول تكلمنا مرة تانية فن سيادة مستشار يعني هل فيه ظرف مشدد حضرتك قلت إنه ممكن يحصل لو كان التعدي مثلا بالقول غير إذا كان مثلا التعدي بسلاح أو غيره هل ممكن يبقى فيه تصالح في جريمة التعدي على الموظف العام طبعا هي مفاش تصالح مش من الجرام المصص عليها أن يجوز فيها التصالح لا يجوز فيها التصالح لكن لو تصالح فيها المحكمة بتدي الحكم مع الإقاف وبالتالي هي مش من الجرام اللي يترتب على التصالح فيها انقضاء الدعوة جنية الحكم مع الإقاف يعني ما معناه هذا؟ وغرامة ألف جنيه أو عشر تلاف جنيه زي ما ايان كانت أو غرامة عشر تلاف جنيه بس مع الإقافة لما ملفزتش الحكم بناء على التصالح المحكمة بترايح حاجة اسمها استعمال للوقفة فبتدي التصالح بتدي فيه الوقف للعقوبة إنما الجرام اللي بيجوز فيها التصالح بتنقضي بانقضاء الدعوة الجنية بتنقضي فيها بالتصالح المحكمة بتديش فيها إقاف مع العقوبة بتدي انقضاء الدعوة الجنية بالتصالح لما فيه فرق بين الاتنين أما يكون العقوبة مترتبة من الجريمة من الجرام اللي يجوز فيها التصالح بتنقضي الدعوة الجنية فيها بنص القانون وطول محكمة حاجة بمحكمة حضرية بانقضاء الدعوة الجنية بالتصالح أو غيامية الآن كان لكن الجرائم اللي هي لا يجوز فيها تصالح زي هذه الجريمة المحكمة بتدي العقوبة بس بتستعمل الرأفة فبتدي إيقاف للعقوبة طب إيه الفرق يا فندم بين إيقاف العقوبة أو مثلا يعني تقادم العقوبة وتقادم الجريمة فيه فرق بينها؟ آه طبعا التقادم من العقوبة وتقادم الجريمة دي حاجة تاني خالص تقادم الجريمة يمكن واحد يرتكب حاجة ويبقى هربان مثلا فترة معينة وتسقط الجريمة وفي الجنح لو لم يعني الواقعة تمت تقادم الدعوة الجنية في مواد الجنح بثلاث سنين وفي مواد الجنية عشر سنين في المخالفات سنة وساعة تصالي ثلاثة حسب نوع المخالفة انقضاء الدعوة الجنية موضوع وانقضاء العقوبة موضوع تاني خالص انقضاء الدعوة الجنائية إذا تحركت دعوة الجنية فبنحسب مدة الانقضاء تبدأ من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوة آخر إجراء صحيح في الدعوة هو الإعلام بالحكم الصادر وبالتالي بشوف التاريخ الإعلام بالحكم مجيبش هدى من المحضرين ومن التنفيذ هل الحكم اللي صدر غيابي ده أو حضوري هل أعلم بيش شخص ولا حضوري بس قابل اللي اطعن عليه بطرق اطعن عادية قابل اللي اطعن عليه بالمعارضة والاستقناف مش حضوري النهائي عشان بس أحدد في كلامة بضقيق لأن الحضوري النهائي من الكلام في سقوط عقوبة مش في انقضاء دعوة جناية بقى ما يعتبرش دعوة جناية بس عشان فرج gayt内 ان هو كتير أو من المتعنين اهم احنا يعني انا حاسس فيه لبسه الممتعنين للقانون بيت قابلاتو فيها كتير كي ساهم اه ده هاي سقوط العقوبة نشوف الأول لحكم اللي صادر هو قابل لطعن عليه بطرق اطعن عادية ولا غير قابل lطعن عليه يعني الحكم اللي صادر بتطرق اطعن عادية المعارضة والاستقناف طول ما هو قابل لطعن عليه بالمعارضة والاستقناف يبقى هنا بنتكلم في دعوة دعوة جديا آخر إعلان آخر إجراءة في الدعوة اللي هو الإعلان سواء حكم غيابي أو حكم حضوري آخر إجراءة فيه منinnenحصل بمدر 3 سنين من بدايتهم اللي هو الإعلان ما كانش موجود الإعلان يبقى من الحكم وبنتنقض الدعوة جدياية الحكم غير قابل لطعن عليه بطرق طعن عادية ولكن قابل لطرق طعن عليه بطرق طعن تغير عادية زي النقض والتماس عادي النظر هنا بنتكلم في سوقت عقوبة خمس سنين مش ثلاث سنين في الجرح دفار كبير طبعا طب سيادة نوستشار احنا قلنا إذا كان فيه التعدي من مواطن على الموظف العان فالقانون حمل موظف أو حمل وظيفة مش للشخص أو حمل وظيفة عشان بس نأكد أو حمل وظيفة وهيبت الدولة وقرامت الوظيفة بدليل لو ماشي وثاني يوم خارج في عجازة يوم الجمعة دقلت خلال الساعة بعد ساعة اديت ساعة لكن لو هو في يوم الجمعة عجازته وواحد كان عنده في وظيفته وقبله وضربه تاني يوم هاثبتها ازاي نهو ده بسبب وظيفته يعني انت روحت تتعامل مع موظف عام في مصلحة حكومية أو مرفق عام وما توفقتش معي قابلته تاني يوم الجمعة في عجازته عدى ساعة واثنين وتلاتة وعشرة أو تاني يوم أربعة وعشرين ساعة وتعدت عليه هو ده فيه انا هيكون بسبب مفيش حاجة شخصية منكم منه لكن هيكون بسبب الموضوع اللي عنده هاثبتها ازاي بقى وبالتاني مش هتنسابق الحماية الجنية ليه عشان كنا اقول الحماية الجنية مقررة هنا للوظيفة لكرامة الدولة لهيبة الوظيفة مش للشخص مش للشخص نفسه طيب وحداكو قلت برضو فيه عقوبة ازا كان من موظف عام على المواطن اه طبعا نفس الجريمة ازا صدر من موظف عام بس هي قدها هو القد اللي بيقع هو الإجراء الشكل هو يأذن المحام العام او رئيس ان يبعى الاقل او الناب العام بالتحريك دعو جنية تمام طب ايه هل الموقف بيختلف ازا كان من موظف لموظف يعني ايه يعني مثلا موظف تعد على موظف تاني في جهة العمل هل القانون وضع تشريع محدد للموضوع ده ولا بينطبق عليه نص قانوني ايه بسرس النشأة هنا يعني انا من رأيي المتواضع انا اقول لك المتواضع لكن اللي بيحصل ايه انا انا شايفت ان موظفين بتخلوا مع بعض هما بيتخلوا واحدة عشان خاطر الوظيفة ولا مش عشان خاطر الوظيفة اذا كان سببها ولا مش بسببها اثناء افرد الاثنين نسائب وجوه الوظيفة وتخلقوا وضربوا بعض هعاقبهم منص المادة دي لا طبعا خالص فانا اشوف سبب التعدي عبارة عني هل التعدي كان اثناء الوظيفة وبسببها يعني انا مثلا موظف وتاني موظف ريس وبرقوس اعمل الشغل ده لا مش عاملو حصل شدة اهانة تعدي بالقول ده انا مش مسئوليتي ده مسئوليتك انت دخلوا بقى في اهانة وتعدي لا دخلنا التعدي بقى هنا هقول جريمة موظف عين اثناء او بسببها تكيف انها جريمة موظف عين اثناء او بسببها الا لو الا لو كان بقى في خلاف شخص منهم بعض يعني ويكيدوا البعض ومتربصين لبعض التعدي هنا بقى دي قصة تانية خالص معاقبهمش منصوصهم لتحمل الموظف العامة او الوظيفة العامة اثنين قريب او نسيب ويتخنوا بعض جور ووظيفة عامة اثنين موظف في نفس المصلحة ويتخنوا يعني سيادة مستشار هنا بقدر الامكان حاولنا نغطي موضوع جريمة التعدي على الموظف العام واتكلمنا عن اشكال التعدي والظرف المشدد والظرف المخفف في هذه الجريمة بنشكر سيادة مستشار اهاب مكرم محامي بالنقد والدستوري اللي اكيد شرفتنا يا فندي وكل سنة وحقيق طيب مرة تانية فانا شكرا تسألتك لسيادة مطايبين نحضرك طيب عزائي المشاهدين بنتمنى نكون غطينا الموضوع وعرفنا انه الحماية القانونية زي ما قال سيادة المستشار هي لهيبة الوظيفة وحماية الوظيفة مش لشخص الموظف العام بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة على وعد اللقاء جديد ومتجدد يوم الخميس القادم في تمام الساعة السابعة ونصف مساء على الهواء مباشرة اشتركوا في القناة شكرا